أبد ولكن لاحظ القاسم ابن الإمام الحسن يقول ضاقت جيش من قتاله لأنه أكثر القتل فيهم حتى قال عمر بن سعد للأزرق وكان واحد من الشجعان واقف إلى جانبه قال أما تخرج إلى هذا الغلام وترحنا من قال له أي عمر تستهزئ بي تريد تجلب للعار تريد تقول العرب علي خرج لغلام وقتله مستهزئ يعني هو مكانته ومنزلته بالقتال مو هذا قال له راح أدز واحد من أولادي قال المهم أدز أولادك تطلع أنت خلصنا من عندك أرحنا منه طلع ابن الأول وإذا بالقاسم جندله طلع الثاني قتله طلع الثالث ما كان أشد من أخويه طلع الرابع كان أسوأ منهم حظا طلع أربعة قتل لما نظر إلى أبناء مضرجين قد هووا على الأرض خروا على الأرض وسقطوا على الأرض يخورون بدمائهم استشاط غضباً قال أي عمر فالتقل العرب ما تقل والله لأقتلن هذا الغلام يقول إجاء مسرع القاسم على فرسل ولما قرب منه بادره بضربة العسكر صاحة صيحة واحدة قتل الغلام ما عندهم أدنى شك يعرفون منه طلع له ولكن ذهلوا ودهشوا وخاب ظنهم وسعيهم لما نظروا إلى الأرض لم يجدوا أحد ساقط على الأرض ما لقى واحد جريح ولا قتيل ولا مقسوم نصر مثل ماك وبينما هم ينظرون وإذا بالقاسم لأن القاسم صلى الله عليه من شجاعته وفروسيته نام على بطن الفرس اتقى الضربة وسرعان ما عاد إلى سرجه فعاجل الأزرق بضربة فأهلكه تبعاً لأولاده لاحظ إذا كان قرار الصلون عن النبي وآله عالياً صلوا على النبي وآله عاجله بضربة فقتله عاي الشجاعة أنا أريد أصير مثل القاسم الشيخ الصدوق ترى كل إش مهم هذا القضايا الشيخ الصدوق وهذه سمعته من المرجع سيد صادق الحسين الشلاسي مرة من المرات الشيخ الصدوق والدي يقول له قال له أنت مثل من تريد أصير قال له أنا أريد أصير مثلك قال له بني إذن إنك لا تصل ليش؟ يعني ما أصير؟ قال له لا قال له لأن أنا أحببت أن أكون كالإمام الصادق فصيرتها الشكل مثلك الأعلى أيها الشاب أيها الإنسان مثلك الأعلى لازم يكون سامي حتى أنت لا تبقى تحت هذا المثل الأعلى السامي اللي يصعد هذا من تنطي إيدك يجرك ويا 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 فيوردك مورده فلما رجع القاسم بهذه الشجاعة يتبختر والشاعر يقول والله يرحم شيخ خادي يقراه ذن الأبيات يقول قوم بلوغ الغلام عندهم طعن نحور الكمات للحلم الركب والخيل غير مسرجة كانت لهم أرجلهم كانت لها أرجلهم حزم يعني ما يحتاج إلى سرج يثبت برجلي يتشجاعج بالله عليك تحب تكون مثل هذا لو مثل ذاك الجبان قاعد لساعة داعش الظهر